سجل تاريخ حاملات الطائرات والبوارج الحربية في الشرق الأوسط انتهى بهزائم مدوية للغرب قبل أربعين عاما وأيضا في أكتوبر كانت البارجة نيوجيرزي قبالة السواحل اللبنانية تقصف لبنان تزامنا مع الغزو البري الإسرائيلي الذي حدف بعدها كان كارثة لم تصب الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية تفجير مقر قوات المارينز قتل أنفاك أكثر من 250 جنديا أمريكيا إضافة لتفجير آخر لقوات المظليين الفرنسيين بعدها بأشهر غادرت نيوجيرزي تجر أذيال الهزيمة استمرت المقاومة اللبنانية حتى حررت لبنان من الغزو الإسرائيلي لكنها لم تكن المرة الوحيدة التي تجر أذيال الهزيمة فقبلها في أكتوبر مرة أخرى لكن في عام 1956 شنت إسرائيل وبريطانيا وفرنسا العدوان الثلاثي على مصر بعد إعلان تأميم قناة السويس قرار للرئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس انتصرت مصر وحررت السويس بعد معارك طاحنة واستعادت مصر سيادتها الكاملة انسحبت القوى الاستعمارية التقليدية من الشرق الأوسط وما هي إلا سنوات حتى انسحبت فرنسا من الجزائر بعد انهيار منظومة الاستعمار للدول العربية وتغير الشرق الأوسط إنه شهر أكتوبر الغريب أحمد البديري قناة الغد القدس المحتلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر